اشتركوا في القناة 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 خيرا يا سيدتي أي أمر أشعر أن محمدا يميل إلى نوع آخر من العلوم أي نوع إنه يحب النباتات ويسألني كثيرا عن المواد المستخرجة منها وبالطبع أجيبه في حدود ما أعرف أخشى أن يصرفه حبه لهذا النوع من العلوم أما تدرسه أنت له نعيم نافع ومن قال إن ما يهتم به محمد من علوم ليس نافعا اشرح لي يا سيدي كما فهمت منك فمحمد يهتم بالعلوم الطبيعية نعم حسنا هذه العلوم فيها فائدة كبيرة للناس فمن النباتات مثلا يصنعون الأدوية تلك الأدوية التي تساعد بعد إذن الله في رفع المعاناة عن المرضى أليس كذلك؟ أصبت كل علم ينفع الناس هو علم نافع يا سيدتي وأبنك ذكي جدا وسينبغ في أي مجال يهتم به وإن كنت أظن أنه سينبغ في عدة مجالات طم أنتاني أيها المعلم شكرا لك بل الشكر لك يا سيدتي لاهتمامك بابنك وستفرحين قريبا بما سيصل إليه ولكن استمر في تشجيعه سيحدث بالطبع سيحدث هل اشتك لك معلمي مني يا أم؟ لا لماذا تقول ذلك؟ لأنني رأيت وجهك يحمل أمارات الحزن وأنت تكلمينه اطمئن إنه يحبك جدا بل قد أوصاني أن أسمح لك بدراسة المزيد من فروع العلم حقا؟ بالتأكيد وستتفرغ لذلك ولكن ماذا عن جمع الحطب؟ من سيساعدك فيه؟ لقد ادخلت خلال الفترة الماضية بعض المال الذي يكفينا لبعض الوقت وأعتقد أنك يجب أن تتفرغ لطلب العلم يا أبا الريحان بل أقسم وقتي بين القمرين هذا تاجر غريب لا أحد يفهم منه شيئا هذا يومه الأول في السوق ويبدو أنه لن يستمر طويلا إنه ذلك التاجر الهندي يبيع الغماش ومعه أنواع فاخرة ولكن لا أحد يفهم ما يقول ولسوء حظه لا يوجد أحد من التجار الهنود هنا اليوم ولن يبيع شيئا لابد أن نساعده إذن نامستي أبغس وقته أبهرت سيليه؟ نهي لكن هبا هندي بولتيه؟ تودا إنه فتى مبهر انظر انظر كيف يتحدث مع التاجر اسأله عن أسعار الأقمشة وأنواعها إذن خلط أبو الريحان التجار الهنود واليونانيين وغيرهم فتعرف على طباعهم وتعلم لغتهم إنه يوناني بوشي ندا تلي الدنارة وكان أبو الريحان يعرف أن علمه يجب أن يكون في خدمة الناس ومع تحصيله للعلم ونبوغه فيه استمر أبو الريحان في مساعدة والدته في جمع الحطب حيث كان يجد وسط الطبيعة سعادة وعالما واسعا من المعارف المتجددة وهناك كان على موعد مع لقاء سيغير حياته للأبد انتبه يا بني ما الأمر يا سيدي هذا نبات خطر مليء بالسموم أعرف يا سيدي أعرف وكيف تعرف ألاحظ أن الحيوانات آكلة الأعشاب التي توجد هنا لا تقترب منها رغم وجوده بكثافة وتأكل من نباتات أخرى حوله ملاحظة ذكية أتعرف اسمه إذن؟ للأسف لا إنه الشوكران السام قضمة واحدة لساق هذا النبات تسبب الموت سواء للإنسان أو للحيوان من أين عرفت هذه المعلومات يا سيدي؟ أنا عالم نباتات يا بني فعلا؟ ولكن ملامحك لا تدل على أنك من أهل خوارز هذا صحيح؟ أنا يوناني؟ أتعرف؟ يمكنني أن أتحدث معك باليونانية عظيم عظيم ولكنني أفضل التحدث بالعربية فهي لغة العلم هل يمكنك أن تساعدني يا سيدي؟ بما أنك عالم نباتات أرجوك أن تخبرني بأسماء هذه النباتات وتركيبها وخصائصها يبدو أنك مهتم بهذا العلم فعلا؟ نعم ولم أجد من يساعدني فيه يا لها من مصاطفة غريبة أنا أيضا أحتاج لمساعد لي أرى في عينيك بريق ذكاء حاد أيها الصبيحة هو كذلك بالفعل وأنا فخورة أن نحطني سأطلب منك إذن يا سيدتي أن يصبح ابنك تلميذا لي بدأت رحلة أبي الريحان مع معلمه اليوناني ومع العلم رحلة ستمتد بعد ذلك طويل ترجمة نانسي قنقر